موسيقى الاتحاد الافريقي يدخل على خط الوساطة السودانية بقوة والبعثة الاممية تعلن انتهاء المرحلة الاولى من مشاوراتها موسيقى البرهان يقدم رؤية الحكومة للحل وفق اربعة محاور حوار شامل وتعديلات على الوثيقة الدستورية وحكومة كفاءات وصولها الى انتخابات الحرار موسيقى الغزو الروسي لاوكرانيا قد يأتي في اي لحظة وفقا لواشنطن والجيش الاوكراني ينهي اعداد خطته الدفاعية موسيقى المجال الجوي الاوكراني يغلق امام الطيران المدني منذ الغد واسعار تذاكر الفرار تصل ارقاما فلكية موسيقى موسيقى اهلا بكم مشاهدين الى هاتين الساعتين الاخباريتين المتصلتين توقيتا والمنفصلتين في موضوعات نقاشها نرصد لكم خلاليهما اخر تطورات المشهد الاخباري ونفصل كذلك بالنقاش في الساعة الاولى ملفا سودانيا واخر حول تداعيات الازمة الاوكرانية اهلا بكم ونبدأ من السودان حيث واصل رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي لقاءاته بالقوى السياسية بعد لقائه بالامس بوفد من الحرية والتغيير ومجموعة الميثاق الوطني وكشف القيادي في تحالف الميثاق مبارك اردول ان اجتماعهم بوفد الاتحاد الافريقي ناقش الازمة السياسية في السودان وخيارات حلها مشيرا الى تأكيدهم على اهمية الحوار دون اقصاء اي طرف اضافة لاهمية مواصلة الشراكة بين المدنيين والعسكريين لاستمرار واستقرار الفترة الانتقالية الى حين الوصول الى الانتخابات في نهايتها وعقب لقاء وفد مفوضية الاتحاد الافريقي برئاسة رئيس المفوضية موسى فكي اشهد الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالدور الذي يطلع به الاتحاد في دعم السلم والاستقرار في افريقيا والسودان بصفة خاصة شدد البرهان على ضرورة توحيد الجهود الدولية والاقليمية لحل الازمة الراهنة من جانبه اكد وفد مفوضية الاتحاد الافريقي انه جاء في هذه المرحلة للالتقاء بجميع الفاعلين والاستماع الى ارائهم للخروج برؤية شاملة تساهم في بلورة رؤية الاتحاد الافريقي لمقاربة الازمة السودانية الراهنة وفي السياق قدم البرهان للوفد الزائر رؤية الحكومة لحل الازمة وفق اربعة محاور تشمل اطلاق حوار شامل يضم جميع القوى السياسية والاتماعية في السودان دون استثناء وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة لقيادة ما تبقى من الفترة الانتقالية واجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لتواكب متغيرات المشهد السياسي التأكيد على قيام انتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية وفي السياق المتصل اعلنت البعثة الاممية اليوم مع انتهاء المرحلة الاولى من المشاورات حول العملية السياسية التي تسيرها الامم المتحدة في محاولة لحل الازمة السودانية ذلك بعد شهر كامل من الاجتماعات شبه اليومية مع قائمة واسعة من ممثل المجموعات السودانية اذا مشاهدين بعد شهر كامل من الاجتماعات شبه اليومية مع قائمة واسعة ومتنوعة من ممثل المجموعات السودانية اختتمت المرحلة الاولى من المشاورات من اجل العملية السياسية التي اطلقتها بعثة اليونيتامس في الثامن من يناير الماضي الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة فولكار بيرتس قال ان المشاورات كانت قيمة السمحت بالاستماع الى مجموعة من وشات النظر والمقترحات المقدمة من قطاعات الشعب السوداني للتغلب على الازمة السياسية الحالية واضاف ان البعثة تشعر بالامتنان لالتزام العشرات من ممثل المجموعات من جميع انحاء السودان ومشاركتهم البناءة في المشاورات ومع نهاية المرحلة الاولى من المبادرة ستقوم يونيتامس بنشر وثيقة مجزة تلخص اهم مواضع التوافق بين السودانيين حول المسائل المتعلقة بالانتقال منذ طرحها اثارت المبادرة الاممية العديدة من التساؤلات باعتبار انها لا تتضمن اي بنود او خارطة طريق واضحة للوساطة وبالتزامن مع اطلاق المبادرة اكد المبعوث الاممي ان البعثة ستسهل المشاورات غير المباشرة بين اطراف الازمة دون ان تقترح اي حلول جاهزة وبالامس قال رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ان المبعوث الاممي تجاهل الاستعدادات للانتخابات واضاف انه يخضع لتأثير بعض الجماعات متهما اياه بالاصرار على الجلوس مع مجموعة سياسية معينة حتى الان واضاف البرهان ان التفاهمة مع المبعوث الاممي كان لدعوة جميع الاطراف للجلوس وتهيئة المناخ وليس لتقديم مبادرة محددة ووفقا لاطراف سودانية فان المبادرة الاممية تواجه صعوبات وتحديات عديدة ابرزها انعدام الثقة اضافة الى عدم تهيئة المناخ الملائم لبناء تلك الثقة بين الاطراف كمدخل لحل الازمة السودان 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 من الخرطوم ينضم الي الكاتب الصحفية الاستاذ عمار عوض مرحبا بك استاذ عمار الى هذه النشرة هل لديك معلومات عن النقاط التي تحدث عنها فولكر وهو يعلن عن انتهاء الجولة الاولى من المشاورات تلك النقاط التي اتفقت عليها الاطراف السودانية بحسب ما المتوقع ان تكون تلك النقاط المتوقع ان تكون ان السودانيون متفقين على ان يتم الاستكمال الانتقال وان تكون قيادة الانتقال هذه قيادة مدنية واحتفاظ باتفاق السلام وتطويره مع بقية القوى الاخرى ايضا كفتح المجال السياسي لحوار بناء مع المجموعات التي غير منظمة سياسية مستمجموعات لجان المقاومة والنازحين او قيرهم لكن اعتقد ان المشكلة ليست الان فيما سيخرج به فولكر في الايام القادمة ولكن المشكلة في الاطار الذي سيخرج عليه هذا ما كنت اود ان اسأل عنه ان الجميع يحمل هذه العناوين بما فيها المؤسسة العسكرية تتحدث على لا رغبة لها في السلطة وان تدار الفترة الانتقالية عبر حكومة كفاءات وصولا الى خبات ولكن كيف والالية والاطار والشكل نعم هذه هي المعضلة الاساسية من الواضح ان العسكريين او المجلس السيادة او قيادة الجيش اي اسم لهذا الشكل هم من الواضح انهم متجهون بكلياتهم نحو الاتحاد الافريقي اكثر تجدهم اكثر استرحابا بموسى فكي تجدهم يتحدثون عن اطار للحل او اطار الحل الذي يريدون وفق النقاط التي تحدثت عنها ساعة المتعلقة بتعديل الهياكل الدستورية وانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية وحوار سياسي شامل نعم لكن استاذ عمار حتى الان الاتحاد الافريقي يعني في مرحلة لم يعلن عن اطلاق مبادرة يقول انه اجرى مشاورات وسيعود بعدها ليبحث امكانية تدخله او تقديمه لأي مبادرة او حتى وساطة ما الذي يجعل تحديدا المكون العسكري يميل الى الاتحاد الافريقي وما الذي يمتلكه الاتحاد الافريقي من مقاربة لا تتوافر عند ما يطرحه المبعوث البعثة الاممية في السودان نعم ما اريد كنت ان اكمله هي ان العسكريين يبدو انهم يفضلون مبادرة الاتحاد الافريقي لانهم يفضلون دعنا نكون اكثر دقة تدخل الاتحاد الافريقي لكن عندما يأتي ذكر فولكر هم يتحدثون على انه فقط هو مسهل للحوار وفقط هو يجب ان يكون يجمع كل الاطراف لكن ليس لديه الحق في طرح مبادرة بالقوص في سنايا هذه التصريحات نجد ان العسكريين يبدو ان عينهم مشدودة تجاه المبنى الاتحاد الافريقي وان يتم حلول تتناسب مع ما يمكن ان يقدمه النادي الافارقة النادي السياسي القديم في افريقيا واضحين في الاعتبار يا سعد ان القمة الافريقية الاخيرة تحدثت بشكل واضح على انها لا تريد انقلابات عسكرية جديدة ستعقد قمة خاصة لمناقصة هذا الموضوع بغينيا بيساو ولكن لماذا التعويل على الاتحاد الافريقي تحديدا من المكون العسكري وان وضعنا في الاعتبار التجربة السابقة الان هي ما اوصلت الوضاع الى ما هي عليه تجربة الوثيقة الدستورية لم تكن ناجحة او صامضة وبالامس انتقدها الفريق او الركن البرهان حتى واعتبر انها كانت ثنائية ولم تشمل كل الاطراف السياسية في المشهد نعم هي المعضلة الاساسية هي ان كل شخص او كل جهة تريد ان تكون مخرجات هذه الازمة السياسية في صالحه ودائما كما يقولون يعني بميل على الطرف البريحه يعني اذا كنت القوى السياسية الموجودة في الخرطوم اذا كانت قوى الحرية والتغيير او القوى الشبابية ما المريح بالنسبة للمكون العسكري في الاتحاد الافريق استاذ عمار لفائدة المشاهد حتى نقف على هذا البعد الذي ذكرت بالنسبة لي اعتقد ان المكون العسكري يعلم ان مبادرة فولكر وسط الدقوط الدولية يمكن ان تخرج المكون العسكري من رئاسة مجلس السيادة وان تجعله في مقام اخر وليس في مقامه وان تجعل القيادة المدنية بالكامل للسودانين لكن الاتحاد الافريقي وفق نمط التفكير الموجود داخل الاتحاد الافريقي يمكن ان يقبل بان يكون هناك شراكة ما بين العسكريين والمدنين او يمكن ان يقبل استمرار في النموذج الذي يمكن ان يطرحه يقبل استمرار البرهان في وضعه الحالي مع اجراء تغييرات جزرية فيما يتعلق بالدولة المدنية في اتجاه مجلس الوزراء او الحكام الولايات او المجلس التشريعي او مثل هذه الاشياء لان هذه طريقة تفكير النادي السياسي الافريقي النادي القادة السياسيين القادة الافارقة بعكس ما يمكن ان يحرزه بان يوجد اطار يجعل العسكريين شركاء وليس دومينات ليس مهيمنين على العملية السياسية ان يجعلهم ضمن قوة تغيير وليس شركاء يعني يمكن ان يكون هناك مخارج اخرى تجعل العسكريين موجودين وفق وظائفهم بعكس نادي السياسيين القادة الافارقة هذا يمكن ان نفهمه استاذ عمار من حتى العنوان لمسألة القمة القادمة وما ناقشه الاتحاد الافريقي في قمته الاخيرة عنوان لها بالانقلابات غير الدستورية وكأنما يعني يقر او يشير لان هناك ربما تحول له انقلابات دستورية ولكن الجميع يتحدث عن المناخ المناسب لاجراء اي نوع من المبادرة اممية او افريقية اليوم الاعتقالات تتواصل ايا كان توصيفها القانوني تتواصل مسألة القمع والمقاربة الامنية مع التظاهرات الشارع في حالة سيولة هل يشي او يحي ذلك بان اي مبادرة وان كانت تحمل عصى سحرية يمكن لها ان تحقق شيء ما لم يكن المناخ مهيئا اصلا لحوار هذا بيت الغصيط المعضلة الاساسية الموجودة الان هي ازمة ثقة وهذه الازمة تتجزر يوما بعد يوم لان المناخ السياسي غير متوفر المناخ السياسي ان كان في القمع الذي يحدث للتظاهرات ان كان في الغتل وان كان يجب ان نشير الى ان وهذه من المآسي ان نفرح ان المظاهر الاقيرة لم يقتل فيها احد لان الغتل اصبح ديدا كل المواكب هذه مشكلة اساسية لكن مع ذلك ما زال الغمع مستمرا هذا لا يساعد الاجيال الجديدة في ان تقبل اي شكل من الاشكال للحديث مع السلطة القائمة بما في ذلك الاحزاب نفسها وبما في ذلك العسكريين هم ماضون في طريق ما يسمونه التغيير الجزري للحياة السياسية السودانية الاعتقالات هي كمان تزيد الطين بالله لان هناك قوة سياسية كانت بدأت تتحدث على انها يمكن في اطار مبادرة فولكر يمكن ان تجلس كقوة سياسية وان تتوحد فيما بينها وفق الامل الذي قاله البرهان اذا كان في الفاشر او امس مع الاستاذ لغمان عندما قال انهم يمكن ان يسلموا السلطة وفق توافق سياسي لكن هذا التوافق السياسي لن يتأتى لنا اذا كان هناك من يسهب الان الى السجن دعنا نقول شي سعد هذه البلاد لا يمكن ان تبنى بالضغاين لا يمكن ان يخرج اليوم انس عمر والي شمال دارفور السابق وغايد الكتائب المتعلقة بالدفاع الشعبي وغيره في النظام السابق ويدخل اليوم في نفس المكان محمد الفكيس ليمان وخالد عمر ثم يخرج بعد غدا خالد عمر ويعود انس مرة اخرى وفي اطار كل ذلك تقرير الامم المتحدة اليوم يتحدث على ان الموسم الزراعي فشل بنسبة 80% نعم استاذ عمر السودانيين لا يغرؤون تقرير الامم المتحدة اليوم يتحدث على ان 9 مليون مواطن سوداني يعاني من عدام الامن الغذائي اسم الدلع للمجاعة وان 12 مليون سوداني سيكون يعني كل سكان ولاية الخرطوم حوالي 12 مليون هؤلاء معرضون لانعدام الغذاء في ظل كل هذا الوضع المأساوي ما زال السودانيين كقوة سياسية يمين ويسار يكيدون لبعضهم البعض يدخل هذا السجن ويخرج هذا السجن في الوقت الذي يمكن ان ينهار هذا الوطن في رأس اليمين واليسار والعسكريين والشباب ونحن وغيرنا يجب علينا اذا اردنا تغيير هذه البلاد تغييرا جزريا ان نجلس جميعا وان يلتزم كل انسان بوظيفته العسكريين في وظيفته التي محددة لها وسياسي في وظيفته التي محددة لها ونطفئ نيران هذه الحروب لا يمكن ان يكون هناك حوار في ظل الاعتقالات لا يمكن ان يكون هناك سلام مع عبدالعزيز الحلو في ظل هذا الوضع المتردي في ظل انعدام الغذائي في ظل انعدام الامن الشخصي هذا البلد سيساب الانسخور هذه مشكلة أساسية وصلت الفكرة والمسالة كاتب الصحفي الاستاذ عمار عوالضيفي من القرطوم شكرا لك مشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل اعتقال العضو السابق بمجلس السيادة الانتقالي محمد الفك سليمان اشتركوا في القناة 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 مش هنقدر نتبيع تمر هذه الكلمة مرون الكرام ايران فيها مشاكل عدة وعنا نتحدث ان العراق يقع بين نارين نار الميليشيات ونار داعش نحن في بلد الغرائب والعجائب في لبنان انا شعب ديدي شعر انا كل شعب معصوري في اليوم من عموال في البنبان هو قمع لحرية الشعب السوداني والصورة مستمرة اهلا بكم مجددا افادت مصادر الحدث في السودان ان السلطات اعتقلت محمد الفكي سليمان العضوة السابقة بمجلس السيادة الانتقالي قرب منزله يأتي اعتقال الفكي الذي كان يشغل ايضا منصب الرئيس المناوب للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بعد اسابيع من توقيف مسؤولين باللجنة وتوجيه تهم جنائية لهم كان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان قد جمد عمل اللجنة ضمن الاجراءات التي اعلنها في الخامس والعشرين من اكتوبر الماضي سودانيا ايضا اكد الناطق باسم الجيش السوداني العقيد نبيل عبدالله ان مجلس الامن والدفاع السوداني برئاسة رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان اصدر توجيهات بتوفير الاحتياجات اللوجستية للحركات المسلحة لتنفيذ قرار اخلاء قواتها من المدن تنفيذا لبند الترتيبات الامنية الوارد في اتفاق الجبال السلام ناقشت اللجنة ما ورد بالايجازات واتخذت عددا من القرارات اهمها التوجيه بتوفير الاحتياجات اللوجستية لحركات الكفاح المسلح لتنفيذ قرار المجلس الاعلى المشترك لوقف اطلاق النار والترتيبات الامنية الخاصة باخلاء قواتها للمدن وتمركزها في مناطق التجميع طبقا لما ورد باتفاقية جبا للسلام مسار دارفور بند الترتيبات الامنية حذر مستشار الامن القومي الامريكي جاك سوليفان من ان واشنطن لديها معلومات حول الهجوم الروسي الوشيك على اوكرانيا وانها تواصل مشاركتها مع الحلفاء حتى لا تباغت روسيا العالمة بهجوم مفاجئ وطلب سوليفان العالم بالاستعداد للاكتياح في اي لحظة مشيرا الى استمرار زيادة الحجد العسكري الروسي على الحدود بدوره اكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية جون كيربي ان الولايات المتحدة تتوقع ان عملا عسكريا كبيرا يمكن ان يحدث في اي يوم لست في وضع يسمح لي بتأكيد هذه التقارير ولكن نتوقع ان عملا عسكريا كبيرا يمكن ان يحدث في اي يوم منذ الان ومرة اخرى تأتي هذه التقييمات من مجموعة متنوعة المصادر وليس فقط من اجهزة المخابرات ولكن هذا ما نراه جميعا لا زال هناك مئة الف جندي روسي يقفون على الحدود ضد القوات الاوكرانية اما رئيس اوكرانيا فلودومير زلينسكي فقلل من شأن التحذيرات المكثفة من غزو الروسي المحتمل لبلاده في غضون ايام مضيفا انه لم يرى بعد شواهد مقنعة ومطالبا شعبه بالهدوء وعقب اتصال هاتفي دام خمسين دقيقة مع الرئيس الامريكي جو بايدن كشف المكتب الرئاسي في كييف ان الرئيس الاوكراني دعا نظيره الامريكي لزيارة اوكرانيا ونقل المكتب الرئاسي عن زلينسكي قوله انه مقتنع بان وصول الرئيس بايدن الى كييف في الايام المقبلة سيكون امرا حاسما لاستقرار الوضع وسيكون اشارة قوية تسهم في وقف التصعيد اما الرئيس بايدن فتعهد بان اي تحرك الروسي سيقابله رد سريع وحاسم من قبل واشنطن وحلفائها مكررا دعمه لسيادة اوكرانيا ووحدة اراضيها في السياق افادت مصادر الحدث ان الجيش الاوكراني ورئاسة الاركان انهياء اعداد الخطة الدفاعية التي تضع اكثر من سيناريو محتمل للغزو الروسي حيث بنى الجيش الاوكراني ثلاثة خطوط دفاع تتوزع من الحدود الشمالية والشرقية والجنوبية الخط الاول يتكون من قوات الجيش الاوكراني الخاصة وحرس الحدود بينما يتوزع في الخطين الثاني والثالث الحرس القومي والجيش اضافة لبعض الكتائب المقاتلة ونشرت اوكرانيا بطاريات صواريخ مضادة للطائرات على طول خطوط التماس شمالا مع بلا روسيا وجنوبا وشرقا فيما تبقى نقطة الضعف الاساسية من جهة البحر حيث لا تستطيع مجابهة السفن الحربية ولكن تمتلك صواريخ ارض بحر تم نشرها في اليومين الاخيرين واهم سيناريو محتمل يعتقد الجيش الاوكراني انه اقرب للتنفيذ هو اشعال الجبهات مع الانفصاليين ليتم بعدها الهجوم من منطقتين ماريو بول وخاركييف وبعدها اشعال الجبهة الجنوبية في مقاطعتين نيكولاي في اوديسا وينتشر اليوم اثر من اربعمائة الف جندي من الجيش ومائة وخمسين الف من افراد الحرس القومي كما اعلنت بلدية كييف مصادقتها على خطة طوارئ لاخلاء السكان للملاجئ والتعامل مع الغزو الروسي المحتمل قالت البلدية انها ستقوم بانشاء لجان اجلاء على مستوى البلدية لتحديد مواقع نقاط الاخلاء الجاهزة وكمية النقل اللازم والمناطق الامنة لايواء السكان يأتي ذلك وسط تأكدات بتضعوف اعداد اماكن الايواء والملاجئ لحماية المواطنين من اي مخاطرة خلال اندلاع الحرب ووسط تصعد التوتر بين روسيا والغرب عبرت الغواصة الروسية روستوف نادونو مضيق البسفور بمدينة اسطنبول التركية قادمة من بحر مرمرة في طريقها نحو مياه البحر الاسود واقامت قوات خفر السواحل التركي بمرافقة الغواصة الروسية اثناء عبورها مضيق البسفور فيما اعتلى عدد من افراد طاقمها متن الغواصة لمشاهدة مدينة اسطنبول التركية من العاصمة الاوكرانية كييف ينضم الينا مراسل الحدث حذيفة عادل مرحبا بك حذيفة الرئيس الاوكراني يقلل ويقول انه لم يرى اي شواهد تشي بغزو وشيك من قبل روسيا والاخبار من كييف تقول ان هناك حالة من الهلاع ارتفاع فيها سعار التذاكر اعداد لمسألة الملاجئ وانت يعني في العمق ما هي مشاهداتك لهذه المسألة عن هل بالفعل يشعر سكان كييف او سكان اوكرانيا عموما بان الحرب قد اقترب اوانها وان طبولها باتت تدق نعم تحياتي ابدأ من الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلنسكي فلاديمير زيلنسكي يحاول ان يتعامل مع الموضوع بحكمة وان رأس الدولة تحاول ان لا ترسل اي اشارات للمواطن الاوكراني حتى لا يشعر بالهلع ولديه تصريحات كثيرة حول ان الهلع لا يفيد المواطن الاوكراني في هذا التوقيت ولكن الاستعداد قال عن الرئيس الاديمير زيلنسكي قبل قليل يعني كان له تصريح وكان له بيان حول المحادثة التي جرت بينه وبين الرئيس فايدن وقال فيها انه اطلع الرئيس فايدن ان كييف تعي تماما حجم الخطر الذي يحدق باوكرانيا وهي مستعدة تماما لذلك وان الحكومة الاوكرانية والجيش الاوكراني يعني المدن التي يتوقع ان يمكن ان يسيطر عليها الجيش الروسي هذه المدن تحت حماية تامة وتحت وفي ايدي امينة وايضا نعم نعم حذيفة ولكن هل انعكست ما اشرت اليه انت هل انعكست حكمة الرئيس ايجابا على احساس الشارع العام ما هي مشاهداتك يعني نحن اتتنا الاخبار عن ارتفاع في اسعار التذاكر الـ 500% عن ربما حالة من محاولات تخزين الغذاء وغيره هل اثرت هذه التصريحات ام بالعكس يعني الاوكرانيين لا زالوا يشعرون بالخطر نعم في الحقيقة المواطن الاوكراني يتعامل مع الموضوع بهدوء تام نعم عندما تحدثنا الى المواطنين وعندما سألناهم هم يشعرون بالخطر هم يفهمون الخطر ولكنهم يتعاملون مع الامر بهدوء تام وهم ايضا يقولون نفس العبارة هي ان الهدوء هو الذي يجب ان يخيم وان الاستعداد هو سيد الموقف ولكن الذعر سيكون مردوده عليهم سلبيا هم يعتقدون انهم سيد انهم يدافعون عن ارضهم وان كل من يأتي اليهم من الجانب الروسي هو معتدي لذلك ليس لديه دافع ولكن هم لديهم دافع الدفاع عن ارضهم هم سيبقون في مدنهم سيدافعون عن عائلاتهم سيدافعون عن اهلهم سيدافعون عن ارضهم ولن يهربوا الى اي مكان هذا بشكل واسع وبشكل كبير يعني في استطلاعنا للرأي في العاصمة الاوكرانية كيف في المقابل لا نرى اي شواهد للذعر او تكدس في المحال التجارية او في استفاف في محطات الوقود يعني ليش حياته بشكل طبيعي جدا والحركة تسير بشكل طبيعي جدا اليوم كنت في استطلاع يعني حتى في الحدائق العامة المواطنين اليوم كان يوم فيه يعني كان مشمس بعض الشيء تعلم طبعا ان العاصمة الاوكرانية كيف كبير جدا في درجات الحرارة وبرد قارس ولكن اليوم كان الجو مشمس بعض الشيء وانجت العائلات مع اطفالهم في الحدائق العامة يتمشون بشكل طبيعي جدا وحتى استطلعناهم بخصوص يوم غدا يعني يوم سبيتويتو عيد الحب وقالوا انهم يعني سوف يحتفلون بهذا اليوم بشكل طبيعي وسيكون هناك هدايا وسيكون هناك احتفالات المواطن الاوكراني يتعامل مع الموضوع بهدوء تام سعاد الدين من العاصمة الاوكرانية كييف مراسل الحدث حذيف عادل شكرا على كل هذه الافادات وفي السياق حذر تقرير امريكي من ان التحركات العسكرية في بلا روسيا تشكل تهديدا لدول البلطيق وبعض دول اوروبا الشرقية وليس فقط لاوكرانيا التقرير الذي نشرته صحيفة واشنطن بوست كشف عن البخاوف الامريكية من ان يصبح الوجود العسكري الروسي في بلا روسيا بشكل دائم ومع تداعيات الازمة الاوكرانية ذكرت وسائل اعلام روسية وغربية ان المجال الجوي الاوكراني سيكون مغلقا امام حركة الطيران المدني اعتبارا من يوم الغد وذلك بقرار من شركات التأمين الغربية حيث ان كبرى شركات التأمين ابلغت كافة شركات الطيران العالمية بإيقاف تغطية تأمين الطائرات في اوكرانيا في غضون 48 ساعة مشددة على وجوب مغادرة كافة الطائرات خلال هذه الفترة وفي ظل التزايد الحديث عن احتمالات نشوب الحرب في اوكرانيا سجلت اسعار تذاكر رحلات المغادرة من كييف نحو وجهات مختلفة ارتفاعا جنونيا في الاسعار مع صعوبة اجراء الحجوزات حيث تضاعفت اسعار بعض الرحلات الى 500% المستشار الالماني اولاف شولتس حذر من ان الغرب سيفرض عقوبات فورية على روسيا اذا اجتاحت اوكرانيا وقال شولتس قبل زيارة له الى كييف ثم موسكو ان عقوبات قاسية تم اعدادها بصورة دقيقة ويمكن تنفيذها فورا مع الحلفاء في اوروبا وداخل الحلف الاطلسي في حال شنت روسيا عدوانا عسكريا على اوكرانيا وزير الدفاع البريطاني بين والاس شبه الجهود الدبلوماسية الغربية الرامية الى منع غزو روسيا المحتمل لاوكرانيا شبهها باسترضاء المانيا النازية قبل الحرب العالمية الثانية على حد قوله مضيفا ان الرئيس الروسي فلادمير بوتين يستطيع ارسال حشوده العسكرية الى اوكرانيا في اي وقت وان الدول الغربية لم تكن صارمة بما فيه الكفاية مع موسكو كما اشعر والاس الى ان احتمالية ان يقدم الرئيس ان يقدم الرئيس الروسي على وقف التوتر الحالي واردة ولكن يبقى هناك شيء من رائحة ميونيخ في الاجواء وفق تعبيره اذا المشاهدين سواء حانت لحظة المواجهة بين موسكو والغرب من بوابة اوكرانيا ام لا فان الروسيا مستعدة لمثل هذه المعارك منذ سنوات على ما يبدو والفضل في ذلك يعود للحرب السورية بحسب تقرير لموقع المونيتور فالجيش الروسي تلقى تدريبه في المعسكر السوري والسلاح تمت تجربته على ارض الواقع وفي خضم المعارك التقرير اوضح ان الصراع الروسي الجورجي عام 2008 كشف عن مشاكل كبيرة في الجيش الروسي مرتبطة بتقادم المعدات العسكرية لتبدأ بعد عام 2010 حملة لتسليح الجيش الروسي وهي الحملة التي تم اختباره مدى نجاحها منذ 2015 حيث بدأت الحملة الروسية في سوريا فعلى سبيل المثال شاركت روسيا في بداية المعارك في سوريا بطائرة سخوي 24 لكن طورتها فيما بعد الى طائرة سخوي 34 كما كانت سوريا فرصة غير مسبوقة لاختبار صواريخ كروز الروسية التي يتراوح مداها بين 1500 الى 2000 كيلومتر اشار التقرير ايضا الى اهمية قاعدة حماميم وميناء ترطوس في الازمة الاخيرة بعد ان تم نقل ست سفن انزال الروسية من ترطوس الى البحر الاسود اما الاهم بحسب التقرير فهو ان الحملة السورية ساعدت في تشكيل صورة روسيا داخل وخارج البلاد كقوة عسكرية عظمى بصورة هي الاكبر منذ تفكك الاتحاد السعودي رغم التحركات والجهود الرمية لحل الازمة الاوكرانية بالحوار الا ان امكانية اندلاع نزاع مسلح ما زالت واردة وبقوة حالة تأهب من الجانب الروسي جسدتها حشود عسكرية على الحدود الاوكرانية شملت اكثر من مئة كتيبة ومجموعة قتالية تتخطى مئة الف جندي وقوات بحرية متمركزة في البحر الاسود غزو وشيك تقول تقديرات الخبراء العسكريين ان روسيا حددت له نقاط ضغط على ثلاثة محاور شرقا من روسيا وشمالا من بيلاروسيا وجنوبا من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في الفين واربعة عشر ومن المحور الشرقي تركز موسكو قوتها على منطقتين دونتسك والوهانسك الانفصاليتين التحركات الروسية تتسارع على عدة مناطق فلقد كشفت صور اقمار صناعية وجود قاعدة عسكرية في منطقة يالانيا والتي تحتوي على دبابات ومدفعية ومدرعات روسية وفي الشمال الشرقي لاوكرانيا كثفت روسيا وجودها العسكرية في منطقتين كورسك وبيلغورود حيث تم تسجيل تدفق هائل للمركبات الروسية لشن هجوم مدرع وسريع على طريق كورسك كييف شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام الفين واربعة عشر شهدت انتشارا كبيرا للقوات والمعدات الروسية حيث تم نصب اكثر من خمسمائة وخمسين خيمة عسكرية ودخول مئات المركبات العسكرية وانظمة الدفاع الجوي اس اربعمائة ووحدات خاصة من الاستخبارات العسكرية تزايدت المخاوف ايضا بشأن حشد كبير للقوات الروسية في بيلاروسيا الدولة المتحالفة بشكل وثيق مع موسكو بعد المناورات العسكرية التي تم القيام بها مؤخرا من بيروت ينضم الينا الباحث في الشؤون الامنية والسياسية العميد خالد حمادة مرحبا بك سعادة العميد ما هو السيناريو المتوقع يعني ان قامت الحرب ووفق التصريحات الامريكية ان الامر بات وشيك الذي ستتخذه موسكو هل ستغزو مباشرة أم تستخدم ربما الاستفادة تخلق حالة تمرد وبالتالي تدخل من الداخل تعمل على خلق فتنة أم ماذا فصل خير يعني أولا الانتشار العسكري التحشد العسكري الكثيف الموجود حول أوكرانيا ينظر بأننا دخلنا فعلا مرحلة يعني إن لم نكن مرحلة انطلاق العملية العسكرية ولكن مرحلة الاستثمار في هذا الحشد الذي لا شك يخلق كيف ويخلق أوروبا بشكل عام لابد يعني من القول أنه مقارنة أولا الامكانات العسكرية لأوكرانيا مع روسيا فعلا يعني هي غير جائزة هناك يعني ربما على صعيد الوحدات القتالية ربما لا تتجاوز قدرات أوكرانيا الـ 25% من قدرات روسيا هذا تكلمنا من ناحية العددية طبعا من ناحية القوات الجوية لمجال المقارنة ولا كذلك في مجال المدرعات أو في أي أنظمة متطورة أخرى ولكن أنا أعتقد أنه لكن ماذا إذا استصحبنا يعني إذا استصحبنا طبعا مشاركة الحلفاء واشنطن أو النيتو أو أي تدخل أو دعم في هذه الحالة كيف تبدو المقاربة والمقارنة بين ما تمتلكه روسيا وما تمتلكه هذه الدول بترسانتها العسكرية الكبيرة والمعروفة ولكن يعني يجب أن نعرف أنه جل ما تم نشره حتى الآن هو أقل من 10.000 جندي كذلك تم تزويد أوكرانيا بصواريخ مضادة للطائرات ولكن هذا يعني قد لا يكون ذو مفعول جدي فعلا بقارنة بالحرب الخاطفة التي قد تشنها موسكو إذا ما تكلمنا يعني عن عمليتين جورجيا أو عمليات ضم جزيرة القرم يعني حتى أنا أعتقد أن الحلفاء الغربيين ليسوا في صدد أي مواجهة برية مع هذه الجحافل التي قادرت استطاعت موسكو أن تنشرها على الحدود أنا أعتقد أنه دخلنا مرحلة التهديد واستثمار الوجود العسكري ويجب أن لا ننسى أنه لا يمكن لأوكرانيا أن توزع قواتها في حال قامت روسيا بهجوم متعدد المحاور يعني نتكلم عن الشمال من جهة بيلاروسيا حيث القصمة موجودة على أقل من 200 كم من الحدود البيلاروسية أو من النقطة الثلاثية ما بين بيلاروسيا وروسيا وأوكرانيا وهذا يعتبر جهد عسكري ربما لأقل من 48 ساعة وبالتالي تصبح كياف مهددة وطبعا تهديد العاصمة يعني بلبلة وسقوط القيادة السياسية والذهاب طبعا إلى مرحلة جديدة يمكن أن يستثمر كذلك مع تعزيز الحركة الانفصالية الموجودة في الشرق والآن هناك تواجد يقدر بـ 20 ألف عسكري على حدود المناطق الانفصالية وكذلك هناك المحور الجنوب أو المحور البحري الذي تؤمنه جزيرة القرن إذن يعني أوكرانيا هي في وضع طبعا عسكري سيء إذا ما لجأنا إلى تركيب ميزان للقوى أعتقد أنه ستبدأ ربما تكون المناورة الأولى بتعزيز النشاطات الانفصالية ومن ثم تدخل يعني نرى كيف ستطور الموقف ولكن ربما ستكون لكن هذا السيناريو سعادة العميدين سمحت لي هل يحتاج لحجد مئة ألف جندي على الحدود يعني ماذا يشي هذا التحشيد الكبير لا يفصح أنها حرب حقيقية تنوي موسكو شنها يعني وفقا لأراء الخبراء والصور الجوية التي لحظت تزايد في عدد الحشود ولحظت كذلك عدد كبير من الخيم أو مكان إقامة الجنود التي أزيل عنها الثلوج بمعنى أنها أصبحت مأهولة وهذا يعني أن الأماكن التمركز للانطلاق بالهجوم أصبحت جاهزة وربما يقدر العدد الآن بمئة وثلاثين ألف جندي الذين أصبحوا موجودين منتشرين حول أوكرانيا طبعا عودتنا روسيا على نموذج منذ الحرب العالمية الثانية هذا نموذجها في الحرب كثافة في النيران وعمليات برية واسعة النطاق وحشود يعني موسكو هذا هو النموذج المعتمد الذي لا زالت تعتمده ولم يتغير منذ ما قبل الحرب الباردة وما بعد الحرب الباردة هذا هو النموذج الروسي كثافة في النيران وحشد كبير للقوى ودفع بوحدات برية وطبعا إذا أردنا التذكير بالأسلحة المنتشرة بالإضافة إلى الدبابات وبالإضافة إلى قطع المدفعية فهناك صواريخ بريستية قصيرة للمدى يعني 500 كيلومتر وإذا نظرنا إلى الخريطة ندرك أن كييف يمكن أن تتعرض لهجمات صاروخية من كل الجهات حيث أن كييف تبعد أقل من ذلك بكثير عن الحدود إما الشرقية أو الشمالية وبالتالي أعتقد أن الجهد الرئيسي سيكون باتجاه العاصمة لإعطاء وربما هنا يطبق النموذج الذي طبقه في جورجيا حرب خاطفة تهدد العاصمة والتالي تدفع بالحلفاء الغربيين لأوكرانيا وبالقيادة الأوكرانية إلى أن ترضخ للشروط الروسية ربما كذلك تجدر الإشارة إلى أنه ليست الولايات المتحدة التي تقول فقط أن كل أوروبا الغربية وربما دول البلطيق مهددة من قبل روسيا لكن كذلك روسيا تقول أن الانتشار الصاروخي للناتو في بولندا وفي رومانيا كذلك بعض الصواريخ الموجودة في أوكرانيا هذه تستغرق أقل من عشر دقائق لكي تصل إلى موسكو وبالتالي التهديد متبادل وكذلك تقول موسكو أن القاذفات الاستراتيجية الأمريكية التي تمر فوق المعار الأسود تشكل تهديدا كذلك لروسيا إذن هذه منازلة أمريكية روسية أو غربية روسية سيكون لها نتائجها على ميزال القوى على الأمن الأوروبي والاقتصاد الأوروبي وربما سيرسم حدود متوازن القوى وخطوط جديدة سترتسم على حدود أوروبا الغربية من بيروت الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية العميد خالد حمادة شكرا على كل هذه القراءات ونواصل في تغطية التطورات الأوكرانية من باريس ينضم إلينا أستاذ العلاقات الدولية الدكتور خطار أبو دياب مرحبا بك دكتور وكيف تقرأ ربما هذا التصريح الأمريكي عن أن الأربعاء يمكن أن يكون يوم متوقع للغزو الروسي في المقابل الرئيس الأوكراني يقلل من ذلك وبالتالي هل مسألة الحرب بالفعل أصبحت وشيكة أم أنها نوع أيضا من الاستفادة من هذه الأجواب لبعث رسائل القوى وإظهار القوى ربما في هذه المرحلة أحييكم وأحيي فريق العمل والمشاهدات والمشاهدين في الماضي خلال حرب العراق 2003 أو في حرب الحرب التي سبقتها كنا أمام حروب معلنة هذه المرة واشنطن تشن عبر ألتها الإعلامية حربا نفسية بهدف الضغط على الجانب الروسي ربما لدفعه لعدم الهجوم أو ليرباكي والجانب الروسي من خلال التحشيد يشن حربا نفسية على الرئيس الأوكراني وعلى أوكرانيا وعلى العالم نحن إذن أمام هذا النوع من الحرب الجديدة هي ليست حرب تقليدية ولا حرب غير تقليدية حرب هجينة ستستخدم فيها معطيات جديدة ولذلك مسألة المواعيد أذكر أنه في العام الماضي كان هناك احتقان لكن قمة بايدن بوتين في يونيو حزيران 2021 نفست ذلك عدنا وقام بوتين بالتحشيد في قلب الشتاء من أجل أحراج الأوروبيين مستندا للتراجع الأمريكي الكبير في أفغانستان لتحالفه مع الصين وهنا السؤال سمحت لي دكتور خطار بالمرة السابقة لم يكن التحشيد بهذا القدر حول هذا النقطة نعم فقط للمقاربة لم يكن التحشيد بهذا الحجم وبهذه الكلفة وسط الشتاء كما أشرت أنت ربما أكثر من مئة ألف جندي مما يحب أن الأمر جدي لا يمكن أن تكون مجرد حرب باردة أو نفسية بهذه الكلفة بالضبط اليوم وصلنا إلى 130 ألف جندي والانتشار كما قلتم شمل روسيا البيضاء بلاروسيا والبحر الأسود مليء بالسفن نحن أمامها حشد جدي أما الأهم في كل ذلك أن مسألة المواعيد سبق الاستخبارات الأوكرانية أن تكلمت عن يناير الماضي مرة يناير الآن كان هناك تقدير استخباراته غربي بالإجمال أن بوتين يمكن أن يقدم على عمل ما بعد العشرين من هذا الشهر أي بعد انتهاء الألعاب الأولمبية في الصين حتى لا يحرج حليفها الصيني الآن الأمريكان تكلموا عن موعد السادس عشر من هذا الشهر حسب ما سرب وإذا نظرنا إلى شركات التأمين وما يحكي عن المجال الجو الأوكراني وعندما نستمع إلى الألمان وقول الألمان أن الحرب وشيكة وإلى وزير الدفاع البريطاني حول عدم التنازل لروسيا كما تم التنازل لألمانيا النازية كل ذلك مخيف كل ذلك مقلق لكن في هذا الموضوع الحرب مفاجآت ولذلك مع شخص مثل بوتين متمرس ولاعب شطرانج وجودو يمكن أن يكون هناك مفاجآت لأنه يمكن أن يتحاشى الوقوع في فخ المواعيد الأمريكية أو المواعيد الغربية ويمكن أيضا للغرب أن يكون عنده خططه نحن أمام اختبار قوة فعلي وراء كل ما يجري الآن حول السراع الأوكراني يعني لا أحد يتمنى الحرب ولكن إذا افترضنا أن روسيا قد بالفعل اتخذت القرار دكتور قطار كيف يمكن أن تدخل أو أي سيناريو خاصة أنه قبل أسبوع تم تداول أنها تعد ربما لفيديو كذريعة ما هي الذريعة التي ستشن بها حرب يعني على كياب أصلا الحرب ما بين جماعات الشرق والجنوب الأوكراني والحكومة المركزية لم تتوقف وهي كلفت منذ 2014 كلفت ألاف القتلى وهناك دوما قصف مدفع متبادل وإذا تم في النهاية هناك في جمهورية الدونباس والجمهورية المجاورة لها حوالي أربعمائة ألف شخص أخذوا الجنسية الروسية منذ ذلك الوقت إذا قام هؤلاء بطلب الاستنجاد من موسكو كعناصر متهضة وإذا كان هناك اشتباكات أو هجمات مضادة يمكن خلق السيناريو إذا كان هناك قرار وبعد كل هذا التحشيد لم نعد بحاجة لذريعة أي خطأ بسيط يمكن أن يؤدي لإطلاق موجة العنف أو سيكون هناك قرار على كل الأرجح أن يبقى الصراع محصوراً في منطقة معينة وأن يؤمن بوتين بشكل أو بآخر يريد مخرج ملائم لم يتوصل بوتين عبر التحشيد لنيل أو يكسب الحرب بالضربة القاضية كما كان يتصور بتقديري لأن الاستجابة الأمريكية لأوكرانية كانت كبيرة وحلف شمال الأطلس نشر قواته أما السيناريو الأخطر فهو الهجوم على كياب الهجوم على المدن الأخرى ربما البعض في الغرب يراهن على استنزاف بوتين هناك وجعل هذه البلاد مصيدة للجيش الروسي كما حصل من قبل في أفغانستان للجيش السوفيتي لكن إذا بدأت الحرب نعرف كيف تبدأ لا نعرف كيف تنتهي ومن هنا السيناريو الدخول إلى كياب أو إلى المدن الكبرى أستبعده لهذه اللحظة وأعتقد أن بوتين يفكر بحرب سريعة خاطفة يسجل فيها كسبا ولا يعاني كثيرا بعد إذن من صراع مديد مع الغرب نعم الأستاذ في العلاقات الدولية الدكتور خطار أبو دياب شكرا على كل هذه القراءات في ختام النشرة تذكير بعناوينها الاتحاد الأفريقي يدخل على خط الوساطة السودانية بقوة والبعثة الأممية تعلن انتهاء المرحلة الأولى من مشاوراته البرهان يقدم رؤية الحكومة للحل وفق أربعة محاول حوار شامل بتعديلات على الوثيقة الدستورية وحكومة كفاءات وصولا إلى انتخابات حرة الغزو الروسي لأوكرانيا قد يأتي في أي لحظة وفقا لواشنطن والجيش الأوكراني ينهي إعداد خطته الدفاعية المجال الجوي الأوكراني يغلق أمام الطيران المدني من الغد وأسعار التذاكر تصل أرقاما فلكية انتهت النشرة بعد قليل ساعات أخرى يكونوا معنا تباينت المواقف في تونس من الإجراءات الأخيرة التي أعلنها رئيس الجمهورية يوم الأربعاء تعتبر بعض الأطراف السياسية قرارات الرئيس سعيد خروجا عن شرعية وأعتقد أننا اليوم أمام مفترق تاريخي يبرر عديد المخاوف وربما أسادمات تعثرت ولادة الحكومة التونسية مجددا أعلن 113 قياديا النواب وأعضاء حركة المهضة استقالاتهم للحزب بوقتا أعلنت فيه عدة أحزاب تكوين جبهة لعزل الرئيس الإسلام السياسي يعني تكرر الإخوان المسلمين لم يعد يلاقي ترحابا هل ما تحدث هنا عن انهيار حركة النهضة؟ لأود الاحتجاج مرة أخرى إلى الشارع التونسي بعد خروج التظاهرات متعارضتين أعتقد هناك محاولات لإستخدام الشارع والدخول به في سرعات أودين وبشدة لأعمال الشغبة التي بدأت هذه أعمال تعتفرقة من بين شعب التونسي الواحد هل ستكون هذه آخر التظاهرات؟ أم أنها ربما تصبح تظاهرات متتالية؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر علياً هما بدرهم في الرصاص هما بدرهم في الرصاص ومرضوا صورة مستمرة هناك توقعات بأن تنحرف التظاهرات عن السلمية لكن استمرار التظاهرات لا يعني فقط استمرار الدماء يعني استمرار الأزمة إلى أي مدى هناك جدول هناك أجندة قادمة بالنسبة لخروج هذه التظاهرات اليوم تم حرق محلية مدن الكبرى لماذا؟ لماذا تحرق الممتلكات العامة؟ أما آن لهذا النزيف أن يتوقف قبل أن نتهم إلى مسألة المبادرات والحل قد تهدأ الأحداث قليلاً ثم تفاجئونه إقاع يتسارع ويتباطع لكنه لا يتوقف كل ما يحدث من حولنا ويؤثر علينا من قلب الحدث عبر شبكة من المراسلين حول العالم مع أهم المحللين والمختصين بالشأن العربي والعالمية دراسة وتحليل موضعي لأهم أحداث اليوم الأقبار الليلة يومياً الخامسة مساءً لتوقيت جرينتش على شاشة الحدث الفدأ في تنفيذ عملية عسكرية لأهداف تصم بعملية تمشيط واسعة في مدرية حريب الرئيس جو بايدن يدرس يعادة إدراج الحوثيين على قايمة الإرهاب ميليشيات الحوثي منكسرة والوية العمالقة في تقدم هذه أثار مدفعية ميليشيات الحوثية التي تحاول استهداف قوات الجيش الوطني تتقي الآن أنوية العمالقة الجنوبية لملاحقة الميليشيات الفر اعتداءات الحوثية مستمرة ادعاءات الحوثية بخصوص استهداف سجن في صادة إلى ماذا ترمي من خلال كل هذا الترويج بهذه الأكاذيب نحن أمام جريمة متراكمة منكب الميليشيات الحوثي تقدم عقبة ملعا ما هو هميته؟ هناك خسائر متتالية وتراجل مستمر في الميليشيات الحوثية نزلنا هنا الغصف ونزلنا هنا الطيران والحجينة هنا سهل الوكم يتساقط علينا وما عرفنا حنا إلا إحنا رايحين على المستشفى فزع على الأرض رعب للسماء طفولة يسرقها الجوة أمان قتلته زخات رصاص نساء ورجال عجائز وأطفال فرنا من الجحيم باحثونا عن المجهول هذه الحكومة المتخبة هي من سوف يتجه إليها الشعب وأما أن يدعمها أو يسقطها هناك تجاوز للقانون بشكل صريح وواضح هذه الخطوة كيف يمكن أن تؤثر على سير الانتخابات؟ في الشارع رغبة كبيرة في دعم كل مرشح الحديث اليوم عن التوافق متأخر جداً هل يمكن أن نقول لكل أقليم هناك مرشح؟ الانتخابات حتى وإن جرت بشكل مخطط لها لن تكون نهاية الانقسامات ونهاية الأزمة في لك كل الحلول السابقة ساهمت في مزيل من التشغي والانقسام هل هناك تخوف من أن يخرج السلاح الذي تم التهديد به قبل إلى هذا اليوم؟ ليبي دائماً عودتنا على المفاجآت هل نعتبر بأن الآن المعركة الانتخابية يمكن أن نقول أنها بدأت؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعد الارتال الموالية للدبيبا مواكب مسلحة والي باش اغا في شوارع ترابلس والمجلس الاعلى للدولة يؤكد ان قرارات البرلمان غير نهائية مرسوم رئاسي في تونس لاستحداث مجلس اعلى مؤقت للقضاء والشارع يصطف وراء الرئيس في معركة التطهيم مفاوضات فيينا نووية تدخل اخر مراحلها ايران تتهم مبادرات الغرب بالمراوغة وتقر ان التقدم اصبح اكثر صعوبة اشتركوا في القناة نقاش تطورات مفاوضات فيينا النووية ولكننا نبدأ من ليبيا حيث اكدت المستشارة الاممية ستيفاني ويليامز انها ناقشت مع رئيس الحكومة السابق عبد الحميد الدبيبا التطورات الاخيرة وتصويت مجلس النواب لاعتماد تعديل دستوري وتعيين رئيس جديد للوزراء واوضحت ويليامز عبر تويتر انها اكدت خلال اللقاء على اهمية عمل جميع الجهات الفاعلة ضمن الاطار السياسي والحفاظ على الهدوء على الارض من اجل وحدة ليبيا واستقرارها كما اكدت على ضرورة التركيز على اجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشاملة في اقرب وقت واضفت ويليامز انها التقت كذلك مع رئيس الوزراء المكلف فتح باش اغا واكدت له على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في ترابلس وفي جميع انحاء ليبيا وضرورة المضي قدما بطريقة شفافة وتوافقية من دون اي اقصى ادبيبا بدوره ادعى لاستكمال خارطة الطريق التي اقرت في جنيف وحثت جميع الاطراف على تهيئة الظروف المناسبة لعقد انتخابات وطنية واجراء استفتاء على الدستور خلال هذا العام مشيرا الى انه ناقش مع الفاعلين السياسيين والعديد من الاطراف المختلفة وضع خطة في اطار زمني محدد لانجاز الاستحقاقات الوطنية التي تضمنتها خارطة الطريق المعتمدة في ملتقى الحوار السياسي في جنيف ديبيبا اكد ان ما وصفه بقطار الانتخابات قد انطلق وانه لن يتوقف الا بسلطة شرعية منتخبة على حد قوله وقدمت ديبيبا في تغريدة له الشكر والتحية للتفاعل الشعبي الدعم للانتخابات والرافض للتمديد مطالبا الليبيين برفع الصوت عالية واكد الناطق الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة ان حكومة الوحدة تتمتع بالشرعية لحين تسليم السلطة الى حكومة منتقبة مشرا الى ان قرار سحب الثقة من حكومة الوحدة مقيد بتصويت 120 نائبا وموافقة مجلس الدولة وان المجلس الرئاسية هو المختص بتسمية رئيس الحكومة بحسب الاعلان الدستوري لعام 2014 فيما اعتبر رئيس المجلس الاعلال الدولة في ليبيا خالد المشري في بيان صحفي ان التعديل الدستوري الثاني عشر الصادر عن مجلس النواب وتغيير رئيس الوزراء هي قرارات غير نهائية وان هناك العديد من الملاحظات حولها واضاف المشري ان قرار مجلس الدولة حول هذه القرارات سيكون في جلسة رسمية وبشفافية مشددا على حرص المجلس على ليبيا ووحدتها وحرمة الدم الليبي بعيدا عن اي مكاسب سياسية ومصالح ضيقة قد يفكر بها البعض وفقا للبيان وبعد التحركات العسكرية دعما للديبيبا بالامس شهد اليوم مواكب مسلحة وتحركات غرب ترابلس دعما لرئيس الوزراء المكلف فتح باش اغا واجراءات البرلمان وكانت التشكيلات المسلحة في المنطقة الغربية قد اتهمت حكومة الديبيبا بالتحريض على الحرب والقتال وسفك الدماء مشيرة الى انها لن تعطيه هذه الفرصة لخلق فتنة بين الليبيين واكدت في بيان لها انه لن يحصل اي نزاع مسلح في البلاد مع القوات القادمة لترابلس كما اكدت دعمها تكليف فتح باش اغا رئيسا للحكومة مطالبة تشكيلها بسرعة لاجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فهي اشارت بالقول ان على جميع الجهات الفاعلة ضمن الاطار السياسي والحفاظ على الهدوء على الارض من اجل وحدة ليبيا واستقرارها ماذا يعني ذلك بالنسبة لك كمتابع وقارئ للمشهد الليبي اهلا بك سيد سعد اعتقد ان رسالة سيفاني وليامز لكل من رئيس الحكومة المنتهية الآن سيدة عبد الحميدة دبيبة ورئيس الحكومة الجديدة السيد فتح باشاغة جاءت لتحمل صيغة واضحة جدا لدبيبة بانه عليها ان يضبط النفس وان ما قام به من استعراض ومن حاول التحشيل وتعطيل ومحاولة التمسك بما لم يعد له حق فيه وهو بقاء على الكرسي الآن وللسيد فتح باشاغة بانه عليه ان يلتزم او يحافظ على مشاركة الاطراف السياسية المختلفة والواسعة في غرب ليبيا وان يضمنها فعلا في حكومته بشكل جيد وبشكل توافقي وبشكل مناسب بمعنى انه بمجرد ما ان يصادق مجلس النواب على حكومة سيد فتح باشاغة بشكل رسمي وبتصويت ومنح الثقة لهذه الحكومة سيكون على سيد عبد الحميد البيبة طلقائيا المباشرة في اعمال اجراءات التسليم واستلام هذه الحكومة ولكن ما حدث اليوم وما حدث قبل ايام من تحشيد مارسه او ودعه فعليا سيد عبد الحميد البيبة يعني يقلق اليوم واقع او تحدي جديد بالنسبة للسيد فتح باشاغة او رئيس الحكومة في السيد فتح باشاغة باعتبارها انه اليوم اصبح ملزم حقيقة بان يشارك بشكل مناسب وبشكل جيد داخل تركيبتها الحكومية الاطراف السياسية في غرب ليبيا وعليه ان يقنع الاطراف السياسية في غرب ليبيا اولا بهذه التركيبة وبهذه التشكيلة الحكومية ثم التحدي التاني والتحدي الاهم هو اقناع المعسكر السياسي في شرق ليبيا بهذه التركيبة وبمشاركة من غرب ليبيا في داخل حكومتها بمعنى ان السيد وماذا عن اقناع الدبيبة نفسه يعني بانه صار جزء من الماضي من الواضح ان الرجل متمسك وحتى الان يعتبر روحه هو الرئيس الشرعي وهذا يعيدنا استاذ ابراهيم الى المشهد القديم يعني ليبيا برئيسي وزراء في منطقتين وعاصمتين تديران المشهد حتى الان سيد فتح بشاغة هو مكلف فقط بتشكيل حكومة الى ان تصادق مجلس النوابط فحين اهنا نقول بانه فعلا هناك حكومتين السيد فتح بشاغة لا يملك الان الا ولا قد التكليف فقط وهو رجل قوي لهذا الكل يشعر ويستشعر بانه يجب ان يتعاطمع هناك وسطاء لكن دائما في العرفة السياسية من يكلف الحكومة هو رئيس الحكومة بالضبط بالضبط الان هو رئيس الحكومة الى ان يصادق على هذه الحكومة لكن نتحدث عن عبد الحميد البيبا الذي كان يكرر سردية انه علينا ان نذهب الى الانتخابات هذه السردية وهذا السيناريو وهذا الكلام الذي يردده ايضا الاوروبيين وتردده ايضا الام التحدى بان على الليبيين ان يذهب الانتخابات في يونيو امر غير واقعي غير حقيقي الان لانه ظروف غير مهيئة الان لاجراء الانتخابات وانه بالرغم من ان المسار الذي اعده او خارج الطريق الذي اعدها مجلس النوابط طويلة 14 شهر من 10 الى 14 شهر طويلة صحيح لكن هو المسار الامن المسار الذي نقول بانه صحيح ان المسار طويل لكنه الامن الذي فيه محطات واضحة جدا وفي النهاية تكون هناك قواعد دستورية واضحة جدا او سفتاء على الدستور ومن خلال هذه القواعد دستورية يمكن وضع قوانين الانتخابات حتى لا نسقط مرة اخرى في فخ 24 ديسمبر ما يتحدث عنه السيد عبد الحميد البيبة غير واقعي لانه ايضا لم يعد يملك الادوات السياسية لتحقيق ما يتحدث عنها الانتخابات الذهاب الانتخابات حيث الانتخابات لا يملك شيء الآن وغير قادرين الظروف غير مهيئة فعلى كله السيد عبد الحميد البيبة الآن هو موجود الى ان يقدم السيد فتح بشاغة تلكيبته التي تحافظ على مبدأ التوازن في اشراك الجميع السيد فتح بشاغة الآن ملزم بتركيبة متوازنة بكلمة عن الكلمة يحافظ فيها على المشاركة الجميع واقناع الجميع بهذه التركيبة قبل ان يكون ملزم كيف يمكن ان نقرأ تصريحات السيد خالد المشري والتي تعتبر تراجع بان التعديل الدستوري وتغيير رئيس الوزراء هي قرارات غير نهائية وهناك العديد من الملاحظات نعم هذه ايضا هو ضمن هذه الصفقة ضمن هذه المعادرة معادرة ان المجلس الاعلى للدولة يؤجل المصادقة على تشريعات تصادر من مجلس النواب الى ان يضمن قبول مجلس النواب بالحكومة وضمان مجلس النواب فعلا بانه سيكون جاد في عملية الذهاب الى مسار الدستوري حتى يعقد سيد خالد المشري الجلسة في طرابلس ويعقد فيها او يجتمع مجلس الاعلى للدولة لتصديق على هذا المصار المصار كله ينتظر جلسة المجلس الاعلى للدولة ومجلس الاعلى للدولة ينتظر السيد فتحي بشاغة رئيس الحكومة لتقديم تركيب الوزارية وعرضها على البرلمان ثم تصديق عليها من البرلمان وقبولها حتى يوافق الكل الآن في حالة من التخندق السياسي والكل متخوف يعني الشعور بعدم الثقة موجود في العملية السياسية في ليبيا صراحة ولهذا هناك وسطاء ولأن هناك من يحاول الآن المعالجة في الداخل حالة التخندق وخلق تقاربات فأنه يذهب الآن للتفاوض مع الجميع تم التفاوض مع عبد الحميدة بيبة والحديث معه بشكل جاد على أن السيد فتح بشاغة سيستنم قطعا المهامة بمجرد تصديق على حكومة من مجلس النواب وأنه عليه أن يسلم لذا يتحدد في هذه المفاوضات بأنه عليه أيضا أن يضمن مشاركتكم أنتم أولا فكأنه يقول بأنه على فتح بشاغة أولا أن يضمن مشاركة الجميع دبيبة لم يعد لديه الحجج وأن مجلس الدولة لا ينحاز إلى دبيبة الرجل الآن يقدم حجج دستورية وأود أن أختم معك حول هذا التشتت والجدل الدستوري الكل يتمترس أنه يستند إلى الدستور عن أي دستور نتحدث الاتفاق السياسي أم القارطة الطريق التي تنتهي في نيويونيو بالفعل أم هل المجلس الأعلى للدولة هو الذي يصادق على الحكومة أم هذا من حق البرلمان أن يختار الحكومة هذه المتاهة من الألغاز الدستورية هذه الأحجية هي أحجية ليبية هي أحجية ليبية يمكن تبسيطها في أن مجلس النواب هو من يصادق على الحكومة مجلس الأعلى للدولة بالتشريعات الأخيرة لمجلس النواب أصبح لديه صلاحيات واسعة في عملية الدستور والمسار الدستوري لم يكن يتمتع بها مجلس الأعلى للدولة في السابق إطلاقا مجلس النواب اقتقاسم سلطة الدستور أو عملية تعديل الدستور مع مجلس الدولة هذا مكسب جديد لمجلس الأعلى للدولة وأن هناك حكومة هي أقرب للسيد خالد المشري على رأس السيد فتح بشاغة فهذا أيضا مكسب لمجلس الأعلى للدولة ولكن يرغب مجلس الأعلى للدولة أن يرى كيف سيتعامل مجلس النواب مع التشكيلة الوزرية التي سيقدمها السيد فتح بشاغة مجلس بشاغة سيحافظ على مشاركة الجميع بحسب حديث المستشارين المقربين من السيد فتح بشاغة وحديث المباشر مع الفاعلين حول هذا الرجل بأنه سيرغب في وجود ثلاث نواب لرئيس الحكومة عن الشرق والغرب والجنوب سيكون مسؤولين بشكل مباشر عن إدارة الملفات في المناطق وأنه سيعمل الآن على الشراك الأطراف السياسية بحسب التوزيع الجغرافي وأن حكومتها قد تكون من 25 إلى 30 وزير لكن في الأقرب أن تكون 25 وزير وأنه سيحافظ على المشاركة على مستوى الأقاليم وعلى مستوى العرتيات أو المكونات الليبية وعلى مستوى المناطق وعلى مستوى يتعدى إذن الرجل الآن هو التحدي الحقيقي في فتح بشاغة فتح بشاغة هو مفتاح الحل في ليبيا اليوم على مستوى هذا التشبيك أو التشابك أو التقاطعات السياسية الموجودة اليوم تلكيبتها الوزرية هي ما ستضمن حالة الاستقرار وتضمن عملية التفسير أو ترجمة التقارب ما بين مجلس النواب والدولة وأيضا حالة التقاطع التي كانت بينهما الحكومة هي المفتاح الحل في الحالتين ذهابها بتركيبة جيدة وذهاب لتفعيل ما اتفق عليه مجلس النواب بمجرد ما يبدأ سيد فتح بشاغة قبل انتهاء مدة 15 يوم لتقديم تشكيلته الحكومية لمجلس النواب سيبدأ مجلس الأعلى الدولة فعليا في عقد الجلسة صحيح أنه سيماطل الآن حتى يحصل على الضمانات أكثر لكن في النهاية سيذهب لأنه كما أشرت أن مجلس الدولة اليوم يحصل على مكاسب سياسية لم يكن قد تحصل عليها في أي وقت قبل الآن في النهاية الهدف الحقيقي من هذه المرحلة ومن خارج الطريق أن نذهب إلى انتخابات التوافقات والتقاربات هي ما ستترجم أو ستماهد الطريق وتعبدها في اتجاه الانتخابات في نهاية هذه المرحلة أنا أحلل السياسي الليبي إبراهيم بالقاسم شكرا على كل هذه القراءات نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل رغم انتهاء الحرب واقع اقتصادي مخيف يعاني السوريون هذه الحكومة المتخضة هي من سوف يتجه إليها الشعب وأما أن يدعمها أو يسقطها هناك تجاوز للقانون بشكل صريح وواضح هذه الخطوة كيف يمكن أن تؤثر على سير الانتخابات؟ في الشارع رغبة كبيرة في دعم كل مرشح الحديث اليوم عن التوافق متأخر جدا هل يمكن أن نقول لكل أقليم هناك مرشح؟ الانتخابات حتى وإن جرت بشكل مخطط لها لن تكون نهاية الانقسامات ونهاية الأزمة فيلي كل الحلول السابقة ساهمت في مزيل من التشضي والانقسام هل هناك تخوف من أن يخرج السلح الذي تم التهديد به قبل إلى هذا اليوم؟ ليبي دائما عودتنا على المفاجآت هل نعتبر بأن الآن المعركة الانتخابية يمكن أن نقول أنها بدأت؟ في صمت الأشياء من حولك في كل حركة متناغمة وسكون في الانتظار لانتهاء الألم في كل ثانية تمر هناك أحداث صراعات في كل جزء من العالم فكل لحظة ترسل نشهداً تشكل خبراً تصنع حدثاً لم يكن من جديد في تونس صادق الرئيس قيس سعيد على مرسوم استحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل المجلس السابق الذي تم حله وخلال اجتماعه مع رئيسة الحكومة نجلا بودين ووزيرة العدل ليلة جفال شدد السعيد على احترامه لاستقلالية القضاء وضرورة إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون المرسوم الرئاسي حول تأسيس المجلس الأعلى للقضاء المؤقت نشر في الجريدة الرسمية اليوم وحضر فيه على القضاء لضرابه عن العمل كما منح المرسوم رئيس الجمهورية الحق في إعفاء أي قاض يخالف مهامه وأيضا حق الاعتراض على ترقية أو تعيين القضاء كما أعلن المرسوم أن المجلس الأعلى للقضاء المؤقت سيقدم الاقتراحات لإصلاح القضاء وفي رده على قرار الرئيس أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر على أن المرسوم الرئاسي الصادر يخالف أحكام الدستور بتمكين السلطة التنفيذية من التدخل في المسارات المهنية للقضاء وفي تصريحات لإذاعة ديوان اف ام قال بوزاخر أن المرسوم يمكن رئيس الجمهورية من الاعتراض على تسمية قضاء تعويض القضاء والتدخل في المسألة التأديبية في شأنهم مضيفا أن المرسوم مخالف للأمر المتعلق بتنظيم السلطة التنفيذية والتشريعية وينهي الضمانات المتعلقة باستقلال القضاء لأنه لم يعد هناك فصل بين السلطة القضائية والتنفيذية وفق تعبيره أما اتحاد القضاء الإداريين فأبدى رفضه أيضا لاستبدال المجلس الأعلى للقضاء بمجلس مؤقت وذلك وفق ما نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء أنا مع الرئيس أنه يعين القضاء لأنه قضاء لأنه مرسوم وقتي وفيما يخص القضاء بصيفة عامة في تونس ما تميش قضاء عادل نحن ماذا بنا؟ إذا سوصل حاجة بشي نظفها الرئيس قائد سعيد بشي نحين قضاء فيزدين ولا بشي يلقى شبهة متاع فسيد في أحد القضاء ماذا بنا يعين القضاء إخوة يكونوا في المستوى؟ مع قرار سيد الرئيس في تعيين الهيئة الوقتية بما أنها هيئة وقتية وفي مرحلة قرارات استثنائية الأوضاع السياسية تقتضي مثل هذه القرارات أكيد الرئيس مش هو اللي بشي يعين القضاء ويعزلهم الرئيس بشي عنا وزيرة عدل عنا إجراءة عنا قانون في تونس أنا معاه أي قاضي يثبت عنده ملفات متاع فساد ولا شيء يخرج ويتك على أجنب وأي قاضي ينظيف يخدم على روحه ويخدم القضاء لأن القضاء الكامل القديم رهو كل فست باحترام للشرافاء فتو قضية جي تقعد بالـ 12 سنة وبالـ 8 سنين وبالـ 10 سنين ومتحكم الشفاء كيفاش وين بيمشي المواطق كان ينجم يتحل 10 سنين التالي حتى في عهد بن علير أو القضاء مسيب مسيس كان مع التربلسية وهذا أحقاقنا الحق قلت لي كان موالي للتربلسية مشاو التربلسية جاوز معتنا هذا الرئيس سعيد يجسد قراره حول حل المجلس الأعلى للقضاء على أرض الواقع بنص المرسوم الرئاسي المتعلق بحله وتعويذه بآخر مؤقت مهمته القيام بالإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته بعيدا عن التجاذبات السياسية قرار سعيد اختلفت حوله القراءات القانونية لكن التوجه العام يؤكد أنه خطوة ضرورية في ظل حالة الاستثناء قانونيا كان متوقع أن تكون هناك هيئة وقتية والحقيقة الهيئة الوقتية حتى في تركيبتها تركيبة للأمانة متوفرة فيها الشروط اللي كانت خايفين على أساس أن الرئيس الجمهورية يمكن تكون عنده هيمنة على المجلس الأعلى للقضاء اللي هو في ثوب الوقت والاستثناء ولكن كل التسميات اللي فيه كانت بالرتب معارضو الرئيس وصفوا خطوته بأنها محاولة لتعزيز سلطاته الواسعة منذ سيطرته على السلطتين التنفيذية والتشريعية في يوليو تموز الماضي لكن المتابعين للشأن التونسي يرون أن سعيد حسم جولة أخرى من الصراع لفائدته في معركته ضد الأخوان مقللين من الحديث عن صراع حقيقي حول السلطة في البلاد بقطع نظر عن كلمة حسم المعركة أو دون حسم المعركة مسألة حل المجلس الأعلى للقضاء كانت مسألة ضرورية ومسألة مفصلية السمة البارزة للعشرية الأخيرة كانت الإفلات من العقاب والإفلات من العقاب يعني أنه ليس هناك قضاء ناجز المعركة حول القضاء تتزامن مع تقديم هيئة الدفاع عن بالعيد والبراهمي شهادتها أمام قطب مكافحة الإرهاب حول تورط الغنوش وجهازه السرية المالية في الاغتيالات السياسية الأثنين كما من المنتظر أن يمثل الغنوش لأول مرة للتحقيق معه فيما نسب إليه من اتهامات لم يتأخر الرئيس سعيد كثيرا في إصدار مرسوم ينهي عمل مجلس القضاء قانونيا وتعويذه بآخر مؤقت ورغم الجدل الدائر حوله أدى قرار سعيد خطوة في تاريح حسم الصراع مع المنظومة القديمة بقيادة النهضة واستكمال ما تبقى من تنظيم الفترة الاستثنائية قضائيا وتشريعيا وتنفيذيا قبر المرور إلى تركيز الجمهورية الثالثة في البلاد فريد عبدالله الحدث تونس من العاصمة التونسية ينضم إلي القانوني والناشط السياسي عبدالستار المسعودي مرحبا بك أستاذ عبدالستار بين رغبة الشارع ودعمه للرئيس قيس سعيد في ما يلي مسألة القضاء والمطالبة بتطيله والذي أشار إلى أن ربما أن هذه المنظومة يعتورها الكثير من العيوب منذ عهد الرئيس الراحل بن علي وحتى الآن وما بين الخوف من السلطات التنفيذية والتدخل في شأن القضاء وما علق عليه المجلس الأعلى للقضاء بالقرار الذي هو المرسوم الجمهوري الذي أصدره الرئيس قيس سعيد كيف يمكن أن تكون هناك آليات تعالج هذه المخاوف وتنفذ رغبات الشارع ربما أن تتحرك الكثير من الملفات القابعة في أضابير القضاء وعتبات المحاكم هي ليست فقط رغبات الشارع ولكن المجتمع بكامله أراد أن يبني منذ البداية مؤسسة قضائية تحترم المعايير الدولية في خصوص تطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان وأنها تبني قضاء يكون جدير باحترام مجتمع مثقف منذ عهد الرئيس الراحل الزعيم الحبيب بورغيبة لكن في الواقع معناها الخيبة الكبيرة التي أصيب بها المجتمع المدني والسياسيين خاصة من بعض منهم أن هذا القضاء أصبح قضاء معناها مجموعة معينة مسيسة اختلفت على الحق واجتمعت على باطل في العديد من القضايا وأهم هذه القضايا قضايا الوطنية والأم هي قضية الشهيدين بالبراهمي والشكري بالعيد ونعتقد أن هذا المرسوم الرقم 11 الذي أنهى القانون الأساسي المؤرخ في أفريل 2016 قد أتى على ربما الهينات الموجودة في هذه النصوص لأنه أصبح هذا المجلس مجلس سيدة نفسه ويقضي بما يقضي وليس له لا رقيب ولا حسيب وأعتقد أن المجتمع من حقه أن يحاسب مثل ما يحاسب السياسيين ومثل ما يحاسب الإداريين ومثل ما يحاسب المواطن الذي يجرم في حق البلاد عليه كذلك أن يحاسب القضاة في خصوص أعمالهم وخاصة أن من أهم مهام الدولة هو العدل بدون عدل لا يمكن أن تتحدث عن نهضة اقتصادية أو نهضة اجتماعية لكن أستاذ عبدالستان وهذا ما قرأناه في البيانة الصادر من المجلس الأعلى للقضاء المعترض على هذه القراءات ربما في كل التجارب الديمقراطية هناك قدسية للمؤسسات القضائية ودائما الدول تحاول أن تنأى بها عن تدخلات رئيس أو غيره أو حتى برلمان وبالتالي المرسوم حوى حذر على القضاء لضراب عن العمل منح الرئيس الحق في إعفاء أي قاضي وأيضا حق الاعتراض على ترقي أو تعيين القضاء يعني إلى أي مدى هذه المخاوف حقيقية أم يمكن معالجتها ربما عند التنفيذ أو البد في هكذا إجراءات شوف المخاوف مشروعة وأعتقد أنه في خصوص الإضراب أنا لست من مناصرية هذه معناها هذا التوجه لأن الإشكال المطروح الآن بين المؤسسة القضائية القضاءة خاصة والرئيس قيس سعيد وهنا لا أدفع عن وجهة نظر رئيس قيس سعيد حتى تكون الأمور واضحة أنهم يعتبرون سلطة والرئيس يعتبر أن القضاءة ليست بسلطة قضائية وإنما وظيفة وإذا قلنا سلطة فإن السلطة لا تضرب ورأينا في سنة الفارتة كيف أنه تجيش معناها القضاءة وقاموا بإضراب لمدة شهرين تقريب وتوقف البلاد ومصالح العباد وبالتالي نعتقد أن هذا الأمر تجاوزنا في خصوص هذا مبدأ حرية الإضراب وحق الإضراب وهو مدستر حق الإضراب بالنسبة إلى بقية القطاعات الأخرى لكن كسلطة قضائية نعتقد أنه لا يمكن بحال وأعتقد شخصينا لا يمكن لها أن تضرب عندها شتى معناها ربما الوسائل التي يمكن لها أن تقارع بها أو تناظل بها لكن عداء مرفق عام وهم يتم إيقافهم لمدة شهرين بالنسبة إلى ما وضع في هذا المرسوم المواقع تعتقد أنه المجتمع المدني سيراقب ذلك وهيئة المحامين ستراقب ذلك وكنت أستماعي للعميد بينه هذا لم نعطي إلى الرئيس سكاً على بياض ليفعل ما يشاء يعفي قاضي بدون سبب إلى غير ذلك سنقف معناها كجدار صد بالنسبة إلى الخرقات التي قد يعتمدها معناها رئيس الدولة في خصوص القضاء وسنراقب المجتمع المدني قوي في تونس سيراقب كذلك مدى حسن تطبيق مثل هذا المرسوم ونعقل لازلنا إلى الآن نحن تحت طائلة الفصل الثمانين وبالتالي نعتقد أن الإجراءات هذه الوقتية الموجودة والحالات التي وجدت وهي حالات لا زالت معناها محل بحث ومحل تنحيص نعم أستاذ عبد نعتقد أن المجتمع المدني سيراقب ذلك نعم أختم معك الجميع في تونس تقر بأن هناك مشكلة في سلك القضاء في عهد النهضة وهناك تواطئ ربما من بعض المنتمين وأن النهضة اخترقت هذا الجهاز السيادي ألهام وبالتالي أيضا الخوف من أن المعالجة هل تكون على محاسبة الأداء أم على الانتماء والولاء ربما لا ما لن تكون إلا بالأداء لأن هناك السلطة الاستقلالية هي ثقافة وقيم وسلوك قبل أن تكون انتماء إلى أي حزب نأخذ الأمثلة بالنسبة إلى المحكمة العليا بالنسبة إلى الأمريكية هناك قضاءات في المحكمة العليا وهم معروفون أما للديموقراتيين والجمهوريين لكن عندما يقع مؤخذة أي قاضل من المحكمة العليا تكون حسب الأداء وحسب ما ينتجه وحسب ليس حسب أفكاره أعتقد أن هذا التمشي الصحيح الذي يجب أن ننتحيه في خصوص تطبيق هذا المرسوم الوقتي والوقتي سنرى متى سيتم إما في ديسمبر مع الانتخابات التشريعية وإن كانت هناك انتخابات التشريعية بعد الانتخابات التشريعية هل أن المجلس النواب هل سيبقي على مثل هذا المرسوم أم سيغيره هذه الأيام ستأتينا بالأخبار في خصوص تطبيق سلامة وصحة تطبيق هذا المرسوم وهل هذا أمر ساهل هل هذه الملفات معروفة باختصار لو سمحت من السهل الوصول لمسألة الأداء ومحاسبة لا ليس ليس شوف 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 ليس من السهل ولكن هناك معناها أعتقد مجموعة أفسدت القضاء لأنها ليس بالكامل القضاء معناها القطاع القضائي الموجود وهذا السلك معناها معناها فيه تبجيل وفيه معناها احترام كبير بالنسبة إلى السواد الأعظم لكن هناك من أفسد في القضاء وهؤلاء كانوا معرفون هم تابعين إلى الأخوان وزرعوهم في هذا الجسم الذي كان غير متعافي قبل الثورة لكن استفحل بعد إذ وأصبح متمكن وفعل بما فعل في القضايا طعب العيد وقضايا التي يعرفها الجميع والآن علينا أن نقوم بتطهير هذا السلك من هؤلاء الذين أساءوا أي ما إساء إلى القضاء التونسي القانوني والناشط السياسي الأستاذ عبدالستار المسعودي شكرا على كل هذه الإفادات في الملف السوري كشفت الأمم المتحدة أن عدد السوريين الذين يحتاجون للمساعدات الإنسانية يتخطى الأربعة عشر مليون وهو أكبر الآن من أي وقت مضى منذ بداية الحرب في سوريا فيما يقبع أكثر من ثلثي السوريين تحت خط الفقر تضيء هذه المرأة السورية شمعة عسى أن تجد بريق أمل يقيها عنة المشقة ورهق تكاليف الحياة كغيرها مثل سوريات كثر سقط لها ابن قتيل وأصيب الثاني بجروح ولا يزال الثالث مفقودا منذ عشر سنوات لتدفع هي الثمن إذ لا تستطيع حتى تحمل نفقات تدفئة مأواها البسيط في مبنى لم يكتمل بعد لعل في تساؤل تلك المواطنة السورية وبوحها بمعاناتها تكمن أزمة الاقتصادية تخنق عددا من السوريين ما فينا ننكر أنه كل بيت صار بيحاجة لنقطة دعم زايدة اليوم حتى الموظف حتى الشخص اللي عنده دخل متوسط اليوم هو صار بجزء ما بوضع ما بيحاجة لدعم إن كان بيسلي غزائية إن كان بموضوع التدفئة إن كان بأي شيء يقدر على الأقل يطلع من الضائقة اللي موجود فيه هو الأمم المتحدة ذكرت أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم إنساني أكبر من أي وقت مضى منذ بدء الحرب مضيفة أن عدد المحتاجين بلغ 14 مليون و600 ألف في عام 2021 بزيادة مليون ومئتي ألف عن عام 2020 بينما يقدر انتشار الفقر بين حوالي ثلثي السكان بالـ 2013 أريح من هلأ بالمعيشة المعيشة كانت أريح هلأ بتنامي بتفيقي بتشوفي الأسعار عم تطير دفع السوريون ثمن الحرب باهظا إذ سقط أكثر من 350 ألف قتيل فيما نزح أكثر من نصف السكان فيما بقي النصف الآخر يكافح غلاء الأسعار ومشقة الحياة أشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل صدامات وإصابات في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية نحن الآن نرافق القوات اليمنية في طريقها إلى جبهة الطينة تقوط صاروخ باليستي فشلت الميليشيات الحوثية في إطلاقه ماذا يمكن أن نقرأ من وراء الغرات التي شنها طيران الميليشيات الحوثية إلى هذه اللحظة تخسر الكثير من معداتها ومن بواها البشرية نحن أول من نص إلى هذه الجبهة جبهة الطينة بمحافظة حجة على الخطوط الحمامية أعلن تحالف دعم شرعية في اليمن المقتل 264 حوثيا مجزرة جديدة ارتكبتها ميليشي الحوثي هذه المرة طالت المدنيين في دمار أكثر من 800 أسر يمنية تم تهجيرها قصرا هذا الأسبوع هناك 23 مليار دولار وصلت إلى هذه المنظمات لم يستفد منها هؤلاء النازحين الوضع الإنساني في العبدية هل هناك تحركات من قبل المنظمات العالمية تخبرنا الآن قوات الشرعية هنا أن هناك مسيرة أطلقتها ميليشي الحوثي والنعينة مغادرة هذه الجبهة الآن يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم أو جاعهم أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث أهلا بكم من جديد في ملف التفاوض النووي الإيراني اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن إحراز تقدم في محادثات يحياء الاتفاق النووي الإيراني في فيينا بات أكثر صعوبة وأوضح أنه بعد اتصاله بكبير المفاوضين الإيرانيين في فيينا تأكد له تأكدت له صعوبة المضي قدما في تنفيذ ملاحظات إيران المنطقية والقانونية على حد تعبيره وشار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى أن القوى الغربية تتظاهر بطرح المبادرات لتجنب التزاماتها وفي السياق كان مندوب الصين في فيينا قد أكد أن الوفد الإيراني قدم رده النهائي على المسودة الأوروبية النهائية خلال المفاوضات الهادفة ليحياء الاتفاق النووي وأضاف المندوب الصيني أن الوفودة وصلت إلى آخر مرحلة من المفاوضات لا سيما مع تقديم الإيرانيين رزمتهم النهائية هذا واعتبر مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني أنه بات على الأمريكيين الآن أن يقرر ويحدد موقفهم ويضع حدا لما وصفه بالاستنزاف الذي أصاب عملية المحادثات بحسب وكالة الأنباء الإيرانية وشدد المصدر على أن أي تطورات تحدث خارج إطار المفاوضات في العاصمة النمساوية لن تؤثر على مسار العملية التفاوضية وفي سياق متصل قالت وزيرة خارجية بريطانيا ليستروس إنها تحدثت مع نظيرها الإسرائيلية إيرلابيد عن المفاوضات في فيينا لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي وعضفت عبر تويتر أنها ناقشت أيضا مع لابيت خطورة الموقف من العدوان الروسي على أوكرانيا كما أشرت إلى أن بريطانيا وإسرائيل تعملان على تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي بينهما عبر خارطة طريق سنائية جديدة وحول تأثير أي تحرك عسكري في أوكرانيا على سير المفاوضات النووية في فيينا اعتبرت صحيفتها آريتس أن إيران ستستفيد بشكل كبير من الأزمة الأوكرانية في حال نفذت موسكو وعيدها بالغزو موضحة أن طهران تنظر إلى الأزمة كفرصة وإن لم تكن فورية كي تكون مصدرا إضافيا للغاز الطبيعي لأوروبا وأشرت الصحيفة إلى أن اكتشاف حقل شالوس الضخم في بحر قزوين يمكن أن يجعل إيران أكبر منتج للغاز في العالم إذا تم رفع العقوبات النووية لافتة إلى أن فكرة إيران كمورد الرئيس للغاز الطبيعي إلى أوروبا جاءت عقب الاتفاق النووي لكن هذا الاحتمال تلاشى بعد انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة في عام 2018 ونوهتها آريست إلى أنه من المتوقع أن تستغرق جهود إيران في إنتاج الغاز الطبيعي وبناء خطوط الأنابيب أو منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال وقتا طويلة ومع ذلك حتى لو لم تغزوا روسيا أوكرانيا فإن التهديد الذي كادت تفعله بوقف إمدادات الغاز لأوروبا سيكون حافزا لإدراج إيران كمورد الرئيس للغاز إلى أوروبا تتوخى إسرائيل الحضر الشديد لعدم استفزاز روسيا فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية كي لا تدفع ثمنا باهضا في حال تم الغزو وقررت روسيا الحد من حرية تحليق المقاتلات الإسرائيلية في الأجواء السورية وتعقيد تنفيذ الغارات ضد التموضع الإيراني العسكري إلى جانب قدرتها على شل حركة الطيران المدني الإسرائيلي وهي رسالة ساقتها الجولات الجوية المشتركة الأخيرة بين سلحي الجو الروسي والسوري جنوب سوريا وقد يحدث ذلك إما ردا على عقوبات الغرب أو في حال اصطفت إسرائيل خلف حليفتها الأولى الولايات المتحدة لا ندري إلى أين ستأول تطورات الأمور بين روسيا وأوكرانيا وعلى غرار دول العالم نأمل بأن ينتهي هذا التوتر بدون تصعيد واجبنا الأول هو الحرص على سلامة مواطنين وأدعوهم للتحليب المسئولية والعودة فورا لم يكن من باب المصادفة أن أوعز بنت لوزرائه بعدم الإدلاء بتصريحات حول موقف إسرائيل من الأزمة والتركيز فقط على إجلاء الإسرائيليين من أوكرانيا القلق الأكبر في أن تؤدي الحارب وبالتالي العقوبات التي قد تتخذها الولايات المتحدة أن تجبر حلفائها بالإنصياع لتعليماتها فيما يتعلق بالسياسة إذاء روسيا إسرائيل ستبدأ في إجلاء نحو 15 ألف إسرائيلي يقيمون في أوكرانيا ووضعت خطة لتهجير نحو 50 ألفا من يهود أوكرانيا ممن يعيشون في منطقة الصراع لكنها تخشى أن تطلب منها واشنطن المساهمة في تعويض الغاز لأوروبا في حال وقعت الحرب ما قد يوتر العلاقة مع موسكو ويقول مراقبون أن قلق إسرائيل أن تتعقد مواجهة إيران نوويا وطموضعا بسبب الصراع الدائر في أوروبا علما أنها تحتاج واشنطن استراتيجيا لمواجهة النووي وموسكو لاستهداف الأسلحة والمواقع الإيرانية في سورة تضرب إسرائيل أخماسا بأسداس لتمسك العصى من منتصفها وخلافا لسعيها أن تكون لاعبا مؤثرا في الملف النووي ومقارعة إيران في المنطقة فإنها تسعى في الأزمة الحالية لأن تكون دولة عدم من حيازها ميشية وهي الواقعة بين مطرقة أمريكا والسندان الروسي زياد حلبي الحدث القدس الغربية باللندن ينضم إلي الدكتور علي نوري زادة رئيس مركز الدراسات العربية الإيرانية مرحبا بك دكتور أبدأ معك بتصريحات علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني برأيك بماذا اصطدم الوفد المفاوض الإيراني في فيينا حتى يصرح الرجل بأن الأمر أصبح أكثر صعوبة رغم سيل من التفاؤل وربما الإحاب انتصارات للوفد المفاوض ودنو واقتراب العودة للاتفاق النواوي الموقع في العام 2015 تهياتي عليك وإلى مشاهدي الأعزاء داني أوزه لكم بأن هذه التسريحات المتناقزة التي تأتي طارة من تيران والطارة أخرى من فييانا كل ذلك حدفها أولا تزليل الرأي العام الإيراني بأن النظام صلب ووقف كجبل شامخ أمام الضغوط الأمريكية وأمام الضغوط بل المسودة كما تفزلت في حديث هذا المسودة الاتفاقية تم إعدادها في أحد روحاني لم يتغير أي شيء وأي بندن بل إن خامني لم يكن يريد أن يقادر روحاني القصر الرئاسي مرفوع الرأس ومعه اتفاقية ثانية حركة العاملة سيد رئيسي و الوفد المفاوز برئاسد علي باغل شقیق صهر خامنهي هذا الوفد المفاوز لا يفهم شيئا لا يعرف التفاوز ما على أصف ليس بيناهم أي دبلوماسي مهندك فلذلك طالبه بسيط سفري مساعد ودير خارجية سفير إيران السابق في السين أن يلتحق بهم لأنهم كانوا آجزين أن الرد على سؤالات بسيطة على استفسارات بسيطة فلذلك هناك تعارض في مواقف هناك خلافات عميقة بشن نتائج المفاوزات ماذا توريد وإيران خامنهي يريد فقط الإفراج أن أرسدت إيران المجمدة لمقدار لحد ما سبت مليارات و عشرت مليارات بينما جهاز الحكم به حاجة إلى 20 مليار دولار فضل أنذلك منظمة طاقة الذرية الآن قدمت و تقدمت في بعض المجالات لقدما شاملا وهم يطالبون بمماطلة الوقت حتى يتم إئداد مسودة القنبلة الذرية بمعنى آخر أنهم يقولون لخامنهي يا سيد ولي الفقه نحن مستهدين لإنتاج القنبلة الذرية اليوم أو غدا أو بعد قدر فهكذا هناك تناقصات وإذا تقرئ ما بين الأسطور وماذا دكتور علي عن الإرهاصات الغزو الروسي لأوكرانيا وهناك يعني عدد من القراءات والتقارير الصحفية تحدثت عن أن إيران ربما تضع عينا أيضا على هذا الأمر باعتبار أنها ستشكل البديل في مسألة الغاز أي أزمة في المنطقة أي أزمة لمسلحة إيران النظام الإيراني يئيش بعزمات النظام الإيراني لا يستطيع أن يستمر في أجواء حادئة وأجواء مصالحة لا تنسى بأن إيران عندها خلافات عميقة مع أوكرانيا مسألة الطائرة تم إسقاطها وعدم تسفية الموضوع وأحمد النجات قد جاء قبل وسبوع بفرازية عجيبة وغريبة وقد قال أن الولاة المتحدة الأمریکية تركت إيران لروسيا مقابل خروج روسيا من أوكرانيا هذا فرازية أحمد النجات ولكن بطبيعة الحال هناك علاقة بينما يدور في أوكرانيا وبين وضع إيران وملف نوابي وعلاقات إيران مع روسيا مع سين ومع الولاة المتحدة الأمریکية جميع الأربع أزائد واحد كلهم متفاهمين مع إيران ما مشكلة عندهم بالنسبة للولاة المتحدة الأمريكية الرئيس جو بايدن أبدأ استعدادا لتقديم إيران ما لم يقدمه حتى باراكوسين أوباما كيف قرأت أيضا تصريحات شمخان الخاصة بانتقاد المفاوض الأوروبي واتهامهم بالمراوغة وعدم الانتزام بما تعهدوا به هل الآن أصبحنا نعمد أن ربما نصفت هذه الجولة التي يقول الغرب وتقول أمريكا شمخاني يعني أنا أعتقد بأنه شمخاني وجه هذة تصريحات و هذة تصريحات يجب على نقيمها و على نأتيها قيمة كبيرة شمخاني يتحدث بين الألين و الآخر المهم ليس هناك في تهران موقفا موحدا تجاه مفاوضات الملف النور كل من له مثلها في هذه المفاوضات يريده شيئا يعني ليس هناك اتفاق رأي أنا أعتقد بأن السيد باغري بعدما انزم إليه سفير إيران الأسبغ في موسكو ربما سيكون لديه مواقف شفافة أكثر شفافية لأنه سفري دبلوماسي مهنك ويعرف كيف يتفاوز مع الأوروبيين الدكتور علي نوري زادة رئيس مركز الدراسات العربية الإيرانية ضيفي من لندن شكرا على كل هذه القراءات أفادت نصادر الحدث عن نشوب اشتباكات بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية واعتقال الثمانية فلسطينيين على يد قوات الشرطة الإسرائيلية نشب التوتر بعد أن قام عضو الكناسة اليميني المتطرف أيتمار بن جيفير بإقامة خيمة في المكان وأعلن أنها مكتبه البرلماني احتجاجا على إحراق منزل استولى عليه مستوطنون في الحي في حين استمرت الصدامات حتى ساعات المساء واستخدمت الشرطة الإسرائيلية خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين هذا وأفادت مصادر الحدث عن إصابة النائب العربي في الكنيسة أحمد طيبي خلال مواجهة مع نائب البلدية الإسرائيلية للقدس على خلفية الصدامات التي شهدها حي الشيخ جراح اليوم ترجمة نانسي قنقر إلى العالم بعد الأرتال الموالية للدبيبة مواكب مسلحة توالي باش أغا في شوارع ترافلز والمجلس الأعلى للدولة يؤكد أن قرارات البرلمان غير نهائية مرسوم رئاسي في تونس لاستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء والشارع يصطف وراء الرئيس في معركة التطهير أنا مع الرئيس أنه يعين القضاء لأنه مرسوم وقتي مفاوضات فيينا النووية تدخل آخر مراحلها إيران تتهم مبادرات الغرب المراوغة وتقر أن التقدم أصبح أكثر صعوبا تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معها وزوروا موقعه الإلكتروني الحدث بوب نيت انتهت الساعتان أشكر لكم متابعتكم تحياتي سعد الدين حسن إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة